أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تلقيه تقرير نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 22-2000 والتقرير المالي لسنة نفسها من رئيس الهيئة أكد ضرورة ترتيب النتاج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع وضرورة تعاضد جهود الجهات المعنية في الدولة إذ من غير المقبول أن يتقدم مترشحون الانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم الهيابي دون أن يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية وفي لقائه برئيس الهيئة الانتخابية تم نظر في مسألة تمويل الحملات المشبوهة وأفاد رئيس الجمهورية أن المال الفاسد ومن يمتلكه يريدان التسلل إلى مكاتب الاقتراع وأن الانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بتساطي للفاسدين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون بكل الوسائل على توجيه الناخبين إذ الأخطر من تزوير النتائج تزوير العقول عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة لتوجيه الرأي العام وبث الإشاعات والأكاذيب قيس السعيد ذكر أنه تم احترام كافة الموعيد من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس وبالشعب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء المجلس العطني للجهة والأقاليم كما أكد أيضا أن الانتخابات القادمة جميعها ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس وبالشعب والجهة والأقاليم يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متنسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب وأضاف أنهم واصلون غيهم وأحلام اليقظة والنوم في الاجتماعات المعلنة والسرية ومتناسون أن المسئولية مهما كانت درجتها داقل الدولة أو خارج مؤسستها هي ابتلاء وحمل ثقيل وليست كرسيا أو جان زائفا كما يحلمون وهذا حسب بلاغا لرئاسة الجمهورية